تكلم الوكلاء فاستمرت الانتفاضة وها هي زمام العراق توشك أن تخرج عن السيطرة فاستدعى الأمر حديثا من الراعي الأكبر للنظام الحاكم في العراق والأب الروحي للميليشيات المتغولة يحذر ويتوعد ويصنف ويهدد المرشد الإيراني علي خامنعي خرج ليصنف التظاهرات التي تشتاح العراق ولبنان البلدين الذين افتخر النظام الإيراني قبل أعوام بضمهما للإمبراطورية الفارسية خرجا عن بكرة الصمت بعد أن فاض الكيل من الحال المتردي وعمق اليد الإيرانية التي ما فتئت وهي تحولهما إلى أقاليم تابعة لإيران الغضبة من التدخل الإيراني ترجمت بإنزال المتظاهرين في كربلاء للعلم الإيراني من على قنصليتها هناك وتلك لم تكن المرة الأولى فقد سبق أن أحرق المتظاهرون العام الماضي القنصرية الإيرانية في البصرة تعبيرا عن تعاظم الغضب الشعبي من الدور الذي تلعبه إيران في العراق هاجم أخا من الانتفاض تواصفا إياها بأعمال الشغب ثم عاد استوانة مستهلكة بقوله إن ما يجري في العراق ولبنان ليست تظاهرات شعبية وإنما مؤامرة تقف وراءها الولايات المتحدة والكيانة الصهيونية حديث خامليني كما حمل التهديد والضوء الأخضر بإنهاء التظاهرات برأيه مراقبين فهو كذلك بدى وكأنه ناقوس خطر تستشعره العيد الإيرانية المتنفذة في العراق خوفا من أن تقطع بعد جهد 16 عاما أودى بالعراق لما هو عليه ومهد لطريق من طهران حتى المتوسط فعليا كانت أصابع الاتهام تشير إلى وكلاء طهران بقمع التظاهرات في العراق والوقوف بموقف مناوئ منها في لبنان فقد كشفت وكالة رويترز أن فصائل تدعمها إيران نشرت قنصة مهمتهم استهداف المتظاهرين في العراق وكان هذا السبب الرئيس كما يبدو لسقوط مئات شهداء في أيام قلائل اليوم هدد خامنئي وقبله زعماء الميليشيات واتحد عندها التوصيف المتطابق فتنة ومؤامرة غير أن العراقيين اليوم يبدون أبعد من أي وقت مضى لسقوط ضحية تلك الشعارات والتهديدات صوت الشعب القادم من ساحة التحرير أبلغ رد على خامنئي ووكلائه صوت الشعب القادم من ساحة التحرير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر